من بغداد ينضم إلينا الدكتور إيادة العنبر وسهد العلوم السياسية بجامعة الكوفاء دكتور ما هي أهمية إتمام عملية انتخاب رئيس البرلمان على مجريات العملية السياسية في العراق؟ يعني القطوة الأولى في اتجاه العودة إلى العمل المؤسساتي باعتبار أن هذا العمل تعطل بعد 15 يوم من عقد الجلسة الأولى وإنها ما سمي أو اصطلح على تسميته خلافة للدستور هو الجلسة المفتوحة أو الجلسة الممتدة كما يصفها بعض القانونين على هذا الأساس اليوم عودة من الناحية القانونية إلى النصاب الحقيقي لعمل مجلس النواب ودوره في خطوة أولى لبحث ملفات الرئاسات المتبقية رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية عملية التوافق على الحلبوسي كيف ستنعكس على تسمية وتشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي اختيار رئيس الوزراء يعني هي ممكن أن نقرأها بادرة إيجابية أو موضوع ممكن التلمس به بحقيقة وواقعية طبيعة التقارب بين فتح وسائرون على اعتبار أن هذا الموضوع أهل بوسي كان مرشح تحالف البناء الذي يقوده الفتح وسيد هذا العامر تحديدا وهذه الخطوة الأولى وكانت بادرة الإيجابية الثانية عندما تنازل الفتح عن ترشيح النائب الأول وتركه لسائرون فيبدو أن هناك خطوط توافق بشأن أنه تسمية الرئاسات متعلقة برئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء فيبدو أن بوادر الاتفاق بدت تأخذ إجراءات عملية على عكس ما أراد البعض أن يعرقلها وخلط الأوراق بترشيح السيد خالد العبيدي ولكن النقطة المهمة أنه الموضوع لم يكن قطعا بقضية الصفقات ولكن كان هناك إرادة لبعض النواب بحسم الموضوع وترشيح السيد الحلبوس بعد كل ما مر به العراق والمشهد السياسي والنزاعات والصراعات على تشكيل هذه الحكومة والتي هي الآن على الساحة اليوم ما هي التحديات أمام أهم التحديات التي سيواجهها الحلبوسي يعني أهم تحديات هي قضية فتح ملفات الفساد وقضية أنه التحويل إلى الاستجواب يكون استجواب حقيقي لتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب أيضا قضية أنه الكثير من المشاريع المعطلة والتي سوف يكون أولها تحديدا هي قضية الدخول بتوقيتات حرجة بشأن إعداد موازنة 2019 هنا سيبين إرادة السيد الحلبوسي بقضية أنه تفعيل القضايا ولا تبقى عالقة أنه هل يكون حاسم بشأن هذا الموضوع أم سوف تكون من يجره هو إرادة التوافقات الكتل السياسية أو القيادات للكتل السياسية أعتقد سوف يكون الاختبار الحقيقي لإدارة السيد الحلبوسي هو تمرير موازنة دكتور رياد العنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر